تقدر تقول كده يا برينس ان النادي الاهلي خلاص بدأ المركات والشتوى من النار. وبدأ الصفقات النادي الاهلي من العيار التقيل. حرفيا النادي الاهلي بدأ السنادي بصفقات تقيلة جدا 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 يا برينس. والغاية دلوقتي الاهلي خلص طالة الصفقات الرسمي فامي نظمي. وهنتكلم عليهم يا برينس صفقة صفقة وهقولك على كل صفقة الاهلي هيستفاد بالنها ازاي. وهقولك على كل حاجة ولكن عاوزك دلوقتي يا تنزل على اللايك اللي تحت بتفرتكو. عاوزوا اللايك ده رجالة يفرتك كده نوصل الفيديو ده الالف لايك كل مرة ولوكم نوصل الفيديو ده الالف لايك ما بنوصلش ليه فزقوا مع الدنيا مع اخوكم شوية. ولو انتم مرة شفنا يا ريت تنزل تشترك معنا في الكنية وتفعل زر الجرس يا برينس يا غال يا ابن الغالين. اول صفقة اللي احنا عارفنا من تبات اسابيع كده اللي هو الضوي النجم. النجم السحي الحلوة دي. النجم النجم السحي. الضوي دوت يا برينس. ده لعيب بيلعب على الاطراف. بيلعب على الاطراف زي بيرستاو. زي حسين الشحات. زي برانو. زي عبدالقادة. زي الناس دي. هو بيلعب طرف اليمين. اللي هو ايه? اشوال. اللي هو بيدم كده زي صلاح ويشوط في البعيدة. فعارف انت الاطراف دي. ولكن انا نفس الطرف ده. عشان بصي اتعيبت من الحوار ده. نفس الطرف ده يكون زي اطراف في الدنيا يعني لو اطراف يصل اللي هو بيعدي يرقص كده ويشوف في البعيدة زي صلاح. بتشوف انت صلاح. وميسي والناس دي بتعمل ايه? يعني ناس دي بتيجو كرة على الطرف هو بيرقص وشوطيك في البعيدة. انا نفس الطرفي كده. اتضوي دوت يا برينس ده بيلعب هناك. بيلعب على ناحية اليمين. عشان هو اشوال. هو اشوال. وبيلعب ناحية اليمين. ولعب كويس جدا. ولسه النه صغير. وهيتأيد تحت السن. يعني الاهل ايه هو السنة دي الاكتحاد الكرة مصري عامل مع الانديات دور المصر عارض. عامل لهم عارض. اللهم هاتوا خمس لائبة محترفين. واقيدوا تلاتة محترفين تانيين تحت السن. يعني كده الاجمالي يبع عندك تمن محترفين عندك في الفريق. ولكن اللي يكونوا موجودين في الملعب يكونوا خمسة بس. ايه اللي بدأ في صفقة تضوي دوت يا برينس. وصفقة كويسة جدا. يعني الكلام اللي جاي من تونس. الكلام اللي جاي من تونس اللي هو كويس. ولكن انا بخبرتي وخبر الكل الاهلوية وكل اخوات الاهلوية عارفة طبعا اللي احنا كجمهور للنادي الاهلي ما بنيديش امان لصفقة. ما بنيديش امان لصفقة. ليه بقى? ليه بقى? اهدى علي. اهدى علي يا برينس. ليه احنا ما بنيديش امان لصفقة? احنا ياما جبنا الصفقات. وياما فرجنا على فيديوهات. وياما يعني شوفنا حاجات كتيرة. واللعبة تلقى بيقصر الدنيا برا. بيقصرها برا. ولكن يجي النادي الاهلي تحس اني في حاجة غلط. بيجي يلبس التشيرتي لها بيتحس اني اللعب بيمشي على دمشي الرجلية. انا معرفش ليه الصراحة يعني. ولكن الناس التولى علينا هو لعب كواس جدا ولعب صواعد وكل الكلام اللي في تونس بيتقال كده. وبسل الله يجي يقصر دنيا هو هيوصل النهاردة عن مثل يعني هيوصل النهاردة القاهرة وهيخش يا برينس يعمل له الاعلان تيوم تاك تاك بتاعت النادي الاهلي وهيتم الاعلان عن الصفقة. تاني صفقة معنا هو عزيز يعقوب داج اللعيب افريقي من بيلاح فرة في البرتغال. وده مهاجم. ده مهاجم. شان نبقى متفقين مهاجم. ولكن متكلام برضو اللي اتقال عليه. متكلام اللي اتقال عليه وفيديوهات. انهم مهاجم بيخلص. مهاجم بيخلص. مهاجم اللي هما بيجيبوا جواني. مهاجم اللي هما بيجيبوا جواني. والناس اللي حضرت معانا ايه لبس? انا اتكلمت فيه. قلت انا نفسي الاهلي يجيب راس حربة من اللي هما بيجيبوا جواني. انا نفسي في مهاجم يجي لالي من المهاجمين اللي ها بيجيبوا جواني. عشان احنا شبقنا مهاجمين اللي هما ايه محطاب. نتحس الالم احنا مش محطة ببنزين. الاهل مش محطة نيجي نركم فيها. انا عاوز المهاجمين اللي هو ما بيجيب جوان لو بيتحركوا. شايف الادل فندوسكي. وابا نفسي ايه جينا مهاجم كده. نفسي جينا مهاجم يبقى كل سنة هو هدف الفريق هدف الدوري هدف نفسي كده. فانا مش عارف. انا مش عارف الاهل مالوا وايه حظنا في الصفقات. وايه حظنا في المهاجمين وحظنا في الليلة دي كلها. فباسن الله اليعقوب ده يكون كواس جدا وخلاص ركب الطيارة وجاي من البرتغال على القاهرة. جاي من البرتغال على القاهرة. وباسن الله نشوفه ونتطمن على الضوي ونشوف الضوي هيعمل ايه? ونشوف الضوي هيعمل ايه? وهيكون هو من اللاعبة الجامدة. نشوف الضوي قد قصدك ده الضوي يعني طبط ما بين الصفقات. هنشوف يعقوب ده من المهاجمين اللي هتبقى جامدة ولا ايه? عاوزين بجد. لان الناد الاهلي النص الامامي ده على الله حكايته. النص الهجومي بتاع الناد الاهلي او اللاعبة الهجومية بتاع الناد الاهلي على الله حكايتهم كلهم. عخلنا انتفق على الله حكايتهم. مش شايف. كلهم مش شايفين قدامهم. لو جيت احديت معهم برسي توحي سنشحات محمد شريف شاد حسين برونو حتى يعني ده برونو مفروض ده لعب برازيلي. مفروض ده لعب برازيلي جايبين وكده يوجد قص Love أساسا. اولا ما يجي لناد الاهلي فرحنا بقي وقولنا ده هيجي تقصر للدنيا اور مش مش الشايف الكلام ده كله. يا رب يا رب احن تعابنا وربنا احن غلابة احن غلابة وربنا احن كجمهور للناد الاهلي غلابة وربنا يا جدعان. ولكن عزيزي عقوب ده خلاص وصل. ماشي. ولكن اتمنى الاهلي لو مش شايفين فيه نجيب. يعني نجرب. يعني نجرب في يناير الصفقات دي عبل لما يناير تفل. عشيها لسه عندنا كسعالم. كلها اقل من شهر. اقل من شهر وهنلعب كسعالم. فاحنا عاوزين نركز يا رجالة. اقل من شهر وهنلعب كسعالم. فهي مش مستحملة. مش مستحملة صفقات على الله حكيتها. لأ. نفس الصفقات حلوة. عاوز صفقات حلوة. ماشي? صفقة الثالثة يا برنس هو خالد باكرايت هو اسمه خالد ايه? هقول لك اسمه انا دلوقتي يا برنس اسمه خالد عبد الفتاح. اسمه خالد عبد الفتاح. ده جايبينه من سموح. خالد عبد الفتاح يا برنس هو صفقة الناد الاهلي التالتة. خالد عبد الفتاح ده احنا جايبينه من سموحة بقى. والكلام اللي كان طالعب لما اطلع ده كمان ساعة ان هو جاي بيع وشارع. ولكن الكلام اللي طالع بنفرج عامر في اخر ساعة دي يا برينز قبل ما امام الفيديو ده. قال لك هو هيروح الاهلي على سبيل الاعارة مع قابلية الشراء بمقابل عشرة مليون جنيه. مع اللعبة اللي خدت اسموحها على سبيل الاعارة. انا ما ايش دعو بالكلام ده كله. سيبك بقى سبيل الاعارة وبيع وشارع ما ايش دعوه. انا عاوز الناحية اليمين دي ايه ايه وش رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح. عاوز بكر장 كده. اه غيبا اكرم توفرق اصر معنا ولكن هو ده اللي انا كنت عاوزه. هو دهателя انا كنت عاوزه. ما قدش عاوز اللي الاهلي يمشيل لي مبدأ قص ولازه. ما قدش عاوز كده. ما قدش عاوز الاهلي يمكن لي مبدأ قص ولازه. والكلام ده. القص ولازه ده ما كنا نشرفها معي. كان ممكن Patienten لديك ايه؟ ما يعم ما عندنا محمد هاني. وعندنا حسين الشاحات ممكن يلعب باكرايت. وعندنا كريم فهد ممكن يلعب باكرايت. لا مش عايز اركل الكلام ده. اكرم طفيت صب هاتلي يا باشا باكرايت. هاتلي يا باشا باكرايت يا لسه عند افريقيا عند كسعالم عند دورة عند كاسو عند ليلة. ولسه الصنة طويلة. لسه الصنة طويلة قدامك يجي تسعة شهور. عبال ما اجيب السابقات تانية. ده احنا كل ده بنسخن في تاتة اربعة شهور. يا باتكلمك باكراي ان خلاص اخر يناير ده. وهتقب بقى تسعة شهور بقى. اللعب اللي تبقى مع ان ده هتقب بقى تسعة شهور. نلعب دورة وكاسو عندنا اهم حاجة كس العالم. اهم حاجة كس العالم احنا عوزين نوصل لابعد نقطة في كس العالم. يا ريت نوصل نهاي كس العالم كده. نجيب كس العالم وحنا جايين من المغرب. هو ليه احنا ما نحلمش اللي احنا نجيب كس العالم. ليه? احنا مش قليلين. احنا التاني اكتر نعرف العالم اخب بطول كرا. فاحنا هو رقال مدريد بالنافس. فاسبونا بقى احنا هو رقال مدريد نصفي الحسابات مع بعض. ولكن الاهل كده تقدر تقول خلص ثلاث صفقات. هتقول لك ده يا برينس الاهل خلاص خلص صفقاته مش هجيب صفقات تاني? لا. لو سمعت. الاهلي لسه ما خلص. الاهل لسه بيسخن. الاهلي لسه بيسخن. ليه بقى يا برينس? لان النادي الاهلي لان النادي الاهلي يا برينس هيبدأ يخش بقى على الصفقات اللاعبة من الدورة المصرية. هيجيب له كام واحب من اللاعبة اللي في الدورة المصرية. اللي احنا محتاجين وربينا يا برينس التراجد ركز مراكيا كده احنا محتاجين ح慶رج مرمى. محتاجين مدافع. محتاجين بالكرة 외جبن Lee related معلول. محتاجين في نص الملعب. محتاجين لع لان كل الموجودين لغت دقيقة ما قدوش المطوب منه. او لغت ضervice لسه ما عملوش اللي انت مستني منهم كمشجع من النادي الاهلي. كلهم على الله حكيتهم. صراعي يعني مش شايف. مش شايف الروس الحربة اللي بتجيب لنا جوان. شاد حسين. اه محمد شريف. حسام حسك. مش شايف التمافوت تلاتة دول مرعبين. مفروض تلاتة دول يطلع منهم كل سنة واحدة هتدافق وكل واحد كل سنة جيب له عشرة جوان اتناشر جوان خمس شوية جون في الدور يا فريق كده. ما تجي ببس لها كل واحد ما افل لك الدور جايب جنين. جن. تلاتة. ايه ده? ده ما دخنيش سنوي طيب. اه سنوي مكانين كاعدتك. فحاجة صعبة جدا. فبا اذن الاهلي ابتدى ان هو يشتغل عن مضوع الصفاقات. وبا اذن ثلاث صفاقات دولة ربنا يكرمنا يا رب فيهم يا رب. ويكونوا يعني صفاقات تقيلها. ويكونوا صفاقات جامدة. ويكونوا صفاقات على قد المسئولية. ويكونوا يا برينس كده حاجة مبهرة. حاجة مبهرة. ونقصر بهم الدون يا رب. يا رب احنا جمهور غلبان. محتاجين بس نجيب كاس العالم. وافريقيا السنة دي. ودوري وكاس. وسوبر افريكي. وسوبر مصر. وما ده بس لحي محتاج لهم السنة دي بازن الله. فالله يا برينس. سلام.